لو عندك وقت احكي لك الخداع ده حصل ازاي شو ما بورخارت لما طلع التمثال ده في 1912 كان في الوقت ده في قانون ان لو طلعت مقبرة كاملة كلها تفضل في مصر ما يبقاش في اسمها 50% ولو طلعت تمثال لملك او ملكة من الحجر الجيري ما يطلعش في مصر من الجبس يطلع فبورخارت في الضائر بتاعه اللي هو بقراه بس تمثال ملكي للملكة نفرتيتي مصنوع من الحجر الجيري في الريجيستر بوك اللي هو بتاعك كتاب التسجيل اللي كل الناس بتقراه قالك ايه بقى تمثال ملكي من الجبس اه عشان يغدع لكن عمل ايه بقى كان ايامها بيجي بقى جاع في 2013 كان عالم الاثار المدير من الصحة الاثار اسفوكتر بولاني فرنساوي فجا يعمل الاسمه فلتال 50% بتاعتهم محطوطة صندوق بيقرأ ملقاش حاجة مهمة قال له خدت صندوق يقال بقى بس هل يسموه تأكد هل الصندوق ده طلعت بطرقة دبلوماسية من مصر ولا طلع بطرقة قانونية نتيجة ان مدير من الصحة الاثار صرح بالسندوق السندوق كان متخبي جواه نيفرتين بلخرت عارف ان عمل تدليس وسرقة ام خبي التمثال في بيته تخيل عشر سنوات عشر سنين اكتشفوا بعد ذلك لا اكتشفوا ازاي اكتشفوا ان هو فيتو لا ما قوله هو هو اللي طلع التمثال ايه بعد عشر سنين بعد عشر سنين طلعوا وعايزوا يحطوا في مضحف او حاجة فكان ايامها الامريكان موجودين في الحرب العالمية التانية بيحاولوا يحافظوا على التراث المانية اللي هو الفن الفنية فحبوا يساعدوا مصر فهتلر شاف التمثال وقع في غرام وقال له من ده مزعمرش الموضوع